دشنا وكيل محافظة حضرموت حسن الجيلاني ومعه المدير العام لأمن وشرطة ساحل حضرموت العميد مطيع المنهالي مشروع تسليم إصلاح 29 مركبة خاصة بالأمن والشرطة بساحل حضرموت وخلال الاستلام أكد الجيلاني أن المشروع يعكس روح التعاون والشراكة بين القطاعين العام والخاص وأهمية دور المؤسسات الأهلية في دعم التنمية المستدامة وتعزيز الأمن والاستغرار في المجتمعات متقدما بالشكر والتقديل لمؤسسة إسناد للتنمية والعمال الإنسانية على دعمهم النوعي للمشاريع المنفلة ومن جانبها وضح العميد المنهالي بأن المشروع يهدف إلى تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية والشرطة في ساحل حضرموت وتحسين الخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين الحمد لله بفضل التعاون هذا من مؤسسة إسناد تم إجماع السيارات يميعا وإدخالها للخدمة يعلم اليميع أن في كل إدارة من إدارات الأمن خاصة الخدماتية في كل إدارة موجودة إدارة التنقلات أو إدارة النقليات أو إدارة المراقبة على السيارات بحيث أنها تتم المراقبة وعندنا أيضا لايحة عقوبات للسائقين الذين يهملون أو القادر الذين يهملون السيارات هذه وإن شاء الله نكون عند حسن الظن إن شاء الله في النهاية أولا قبل كل شيء أنا أيضا أشكر دول التحالف صراحة أنا هذه ليس مجابل ولكن حقيقة دول التحالف وعلى رأسها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية الشقيقة الذي هي دعمة الأمن بهذه السيارات كلها بعد التحرير هذا بعد التحرير إن شاء الله الحمد لله يأتي هذا التعاون بهدف تعزيز قدرات الإجهزة الأمنية وتحسين الخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين لا شك إن هذا المبادرة تعقس روح التعاون والشراكة بين الأمن بين القطاعين العام والخاص ونمكد في تعزيز التنمية المستلامة من قبل المستاذة الأهلية هذا المشروع أتى من ضمن المشاريع التي تم التوقيع عليها في شهر ديسمبر للعام الماضي 2023 التي تم إضافتها من ضمن المشاريع المعتمدة لإدارة الأمن حيث تم تنفيذ هذا المشروع بعد التشاور مع مدير أمن محافظة حضرموت العقيدة العميدة مطيع المنهالي أتى هذا المشروع الحاج الملحى من قبل عامل المكلة أمن محافظة حضرموت بتصريح هذه السيارات وأيضاً كونها مهمة جداً للخدمة المدنية والتسهيل أمور الجنود في مهامهم العسكرية